إلى الشمال الشرقي من المسجد الحرام وعلى بعد أربعة كيلومترات يبرز جبل النور بعظمته إنه ليس مجرد تل عابر بل جبل ينبض بالتاريخ وهو جزء لا يتجزأ من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتواجد قمة غار حراء على سفح هذا الجبل المبارك حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد عن صخب مكة ليجدد عبادته فيها ويتأمل في عظمة الخالق يتسع هذا الغار الضيق لأربعة أو خمسة أشخاص فقط ولكن روحه الروحانية تملأ كل زائر بهدوئها وسكينتها هو الذي شهد نزول أولى آيات القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبه بدأت رسالته النبوية وانطلقت دعوة الإسلام إلى العالم يعلو جبل النور بارتفاع يصل إلى 642 مترا وينحدر بشكل شديد حتى يشبه ظهر الجمل من قمته يمكن رؤية مدينة مكة المكرمة تبرز في الأفق بكل جمالها جبل النور يعرف أيضا بأسماء أخرى مثل جبل القرآن وجبل الإسلام ويعز السبب في تسميته بجبل النور إلى ظهور أنوار النبوة فيه هذه الأنوار تمثل البداية لرسالة الإسلام وتوجيهها مما جعل الجبل يحمل هذا الإسم البديع ترجمة نانسي قنقر